بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعض النهاردة احنا معاكم في حالة جديدة بس في البداية لو زم الكاوي ولسه ما اشتركتش معنا في القناة فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك زر الجرس واكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو تعالوا يلا بينا نبدأ على موضوعنا اول موضوع معنا اه وندخل سخنين مرة واحدة الصحفي احمد شوقي طلع مع ابراهيم فاي مبارك وتكلم كلام مهم جدا جدا عن اخبار نادي الزمالك وهو مهتم بتخطيط اخبار نادي الزمالك الحمد لله كل الكلام اللي قاله كنت اتكلمتي فيه مع المتابعين بتوعي قبل كده واكيد هما يشهدوا على الكلام ده قال الصحفي احمد شوقي ان اقدارة الزمالك اخدت قرار واضح وصريح بالتجديد لمحمد ابو جبل فور العودة من الكاميرون وقال يعني سبق ويعني تحدثوا مع بعض الزمالك ومحمد ابو جبل في جلسة قبل الصفر ومحمد ابو جبل كان كل طلباته فقط هو التقدير المالي له وهو مملوش اي شروط تانية وقال الصحفي احمد شوقي ان ده هيحصل مع محمد ابو جبل وفعلا هيتم تقديره ماليا بالشكل الامثل. اتكلم كمان الصحفي احمد شوقي على كلام مهم جدا قال ان محمد حمدي زهير ايسر هيكون في ريه الموسم الجاي وده معروض وكيله عرضه على آآ ناد الزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة. وقال كمان اني جونيور اجايد تم عرضه على الزمالك والزمالك اخد رأي كارتيرون وكارتيرون رفض الصفقة بتاعة آآ جونيور اجايد. اتكلم كمان الصحفي احمد شوقي على كلام مهم جدا تعالوا هقرأ لحضراتكم وهقوله لكم بالتفصيل ايه بالزبط اللي قاله الصحفي احمد شوقي بخصوص اللعيبة الاجانب والمستحقات بتاعبتم. قال ان الزمالك سدت كل مستحقات اللعيبة الاجانب وما فيش مشاكل مع المسلوسي والزمالك دفع المستحقات بتاعة الجزيري ورزق سي سي واشرب بن شرقي وقو نجم والزمالك هيفتح تحقيق مع سيف الجزيري بعد العودة الى مصر بسبب شروط عقده المكحفة من اجل تعديل عقده والغاء الشرط الجزائي. فبيطمن جمهور نادي زمالك الصحفي احمد شوقي ان الاجانب ما فيش مشكلة وتم انهاء المستحقات وتم اداع المستحقات بتاعة كل لعب في الحساب بتاعه. اتكلم كمان احمد شوقي الصحفي على آآ كلام بقى مهم جدا جدا تعالوا يلا بينا اقرلكم قال ايه الصحفي احمد شوقي. قال اني آآ هو بس الكلام مطول شوية بس كلام مهم جدا جدا والحمد الله برضو تكلمنا مع حضراتكم في معظم هذا الكلام. قال آآ ابتداء من اليومين الجايين الكلام هيزيد على بطولة السوبرليج. وقال البطولة بمنتهى البساطة شبه فكرة يعني شبه فكرة السوبرليج الاوروبي. والبطولة دي عاوزها بشدة انفنتينو وآآ رئيس الكاف. وقال كمان اللي بيدعم الموضوع ده طبعا زي ما انا قلت لكم اللي هو انفنتينو ومتسبي اللي هو رئيس الكاف. وعاوزين يبدأوها في سبتمبر عشرين تلاتة وعشرين وليس عشرين اتنين وعشرين. لان انا آآ اختلط عليها الامر وقلت لكم في اللايف امبارح هي عشرين اتنين وعشرين لأ. هي في يعني في شهر سبتمبر عشرين تلاتة وعشرين. والفكرة انهم هيجمعوا اقوى عشرين نادي في القرى الافريقية على مستوى الشعبية والبطولات والتسويق والكلام ده كله هيكونوا موجودين في البطولة دي. وقال الكاف مش هيدي الرخصة لاي فريق يشارك في البطولة دي الا بقى لما يعمل فريق كرة نسائية هما طبعا بيدعموا البطولة النسائية دي. وقال البطولة مش هتحل مكان دوري ابطال افريقيا لغاية الفين ستة وعشرين لاني الحقوق بتاعة الرعاية بتاعة دوري ابطال افريقيا متباعة لغاية عشرين ستة وعشرين. فقال لك البطولة دي مش هتحل مكان دي والاتنين هيبقوا موجودين آآ لغاية عشرين ستة وعشرين. وقال الجوائز بتاعة البطولة دي اللي هي السوبر الافريقي هتوصل لعشرة مليون دولار للفائز بها طبعا مكافئات كبيرة جدا جدا جدا. وقال الزمالك هتوصل له دعوة بالفيديو والزمالك موقفه من المشاركة بنسبة كبيرة هيشارك بسبب الارباح المادية لان اي فريق بس هيشارك مجرد المشاركة. مش الفوز باللقب. هتاخد في ايدك توته على كبوته اتنين مليون دولار. تلاتة وتلاتين مليون جنيه مصري. ده يحلو لك اي مشكلة يعني يفكوا يعني يفكوا مشنوق زي ما بيقولوا كده. فبيقول لك اه ان الزمالك هيكون موقفه من من المشاركة في البطولة دي كبير جدا جدا. وقال بالنسبة بقى اه 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 الابو جبل احنا طبعا اتكلمنا عليه ولكن اه قال على ابو جبل عقده طبعا بينتهي دلوقتي ويحكوا له التوقيع لاي نادي. واندية خالجية بدأت تضغط على محمد ابو جبل ولكن اللاعب عاوز زيوعك في نادي الزمالك وعاوز بس مجرد ان هو يعني يتم تقديره بشكل مالي بشكل كويس. وقال كمان ان الزمالك امن نفسه قانونيا من مشكلة سيف الجزيري وحط الفلوس للجزيري. اه عشان ما يبقاش اللاعب عنده زريعة انه يشتكي او يفسخ عقده او الكلام ده كله. والجزيري ووكيله قالوا انه عنده عروض ولكن الكلام ده مش صحيح. لما الجزيري هيرجع هيتقعد معاه هيتعمل معاه جلسة لتعديل عقده. وخاصة ان الان ادارة شايفة زي ما قلت لكم في الاول ان العقود بتاعته صعبة جدا جدا. وقال ان فيه كلامة قال انه هيتم توقيع عقوبات اضافية على نادي الزمالك بخصوص موضوع ماريت موليشبونا. قال الكلام ده مش صحيح تماما الموضوع كله ان الزمالك اخد احكام نهائية عليه في القضيتين دول تحديدا. ولكن اللي هيحصل هتبقى غرامات تأخير. مش وقف قد ما فيش وقف قد تاني في نادي الزمالك وده خبر اه يعني مفرح جدا لجمهور نادي الزمالك. وقال الزمالك خلص مشكلة اتشنبونج وكلام ومشكلة اتشنبونج وبيتفوت حاليا مع فرجاني ساسي انه يحل المشكلة بتاعته وانا اتكلمتكم قبل كده في حلقة سابقة على مشكلة فرجاني ساسي انه هيتم حلها قريبا. وقال ان كمان الزمالك بدأ يتكلم مع عمر كمال عبدالواحد انهم عاوزينه. وان البند الوحيد اللي يخلي عمر يرجع نادي الزمالك هو رغبة عمر كمال عبدالواحد. لان الموضوع في ايده عمر مش في ايد نادي الزمالك. وعمر يرجع لان الزمالك هيبدأ يسوق احد اللعيبة اللي بيلعبه في مكانه. هل يغطر البكرايت المسلوسي ولا الوينجرايت اوناجم. هنشوف الفترة اللي جاية. ولكن هم هيسوقوا لعيب اجنبي سواء المسلوسي او اوناجم. وعمر كمال عبدالواحد يكون موجود في نادي الزمالك. وشكبالة كلم اتصل بعمر كمال وقال له ان الزمالك عاوزك يا عمر. وان الكلام وان الكلام ان انت مشي يباليك دور والكلام ده كله كلام مش صحيح. انت هيباليك دور وانا مفوض من الادارة ان انا اتكلم معاك. ان الزمالك محتاجك فعلا السنة اللي جاية. وعمر اكد لشكبالة قال له ان رغبته هي العودة لنادي الزمالك. وان الحاجة الوحيدة اللي تخليه ما يجيش نادي الزمالك هو عدم رغبة نادي الزمالك فيه. وان الزمالك هو اللي يقول ان هو مش عاوزه. وقال طبعا الصحف احمد شوقي عاد الكلام قال ان الزمالك معروض عليه محمد حمدي مدافع اللي هيكون اه فريم من الموسم القادم. المفاجأة بقى اللي انا عاوز اقولها لحضراتكم ان زي ما قلت لكم ان امير مرتضى منصور مسافر الكاميرون بدل من المستشار عشان يحضر نهائي كأس الامم الافريقية. وعلى هامش الصفر بتاع امير وعلى هامش الحضور بتاع آآ نهائي دو آآ نهائي كأس الامم الافريقية وان شاء الله مصر آآ ان شاء الله ترجع بالكاز. امير هيقعد مع انفانتينو ومع متسبي اللي هو رئيس الاتحاد الافريكي وانفانتينو رئيس آآ الاتحاد الدولي. وهيقعد معاهم وهيطنقش بقى بخصوص دور السوبر الافريكي الجديد. امير عاوز يعرف منهم تفاصيل. وعاوز يعرف منهم وعايز ياخد منهم داتا معينة. عشان يبدأ يشوف الزمالك هيشارك في البطولة ولا مش هيشارك. ولو هيشارك هيبقى عمل ازاي فامير هيبقى في اجتماع كده آآ مصغر مع آآ يعني الكبار الكرة في العالم سواء رئيس الكاف او رئيس الفيفا آآ وهيعرف بقى من اكيد امير طبعا هيتكلم على موضوع القضايا والكلام ده كله بتاعة نادزة مالك ولكن هيتكلم في الموضوع الرئيسي على موضوع دوري السوبر الافريكي الجديد وهياخد الكلام الموسك من آآ اصحاب الشأن اللي هو ومتسبي رئيس الكافر. وسألنا للنهاية اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. واتمنى ان انتم ما تنسوناش في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واكيد مش هتنسانا انك تعمل لايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير بازن الله تعالى. والسلام عليكم.